اشتركوا في القناة منحتها جمهورية الصين الشعبية للجزائر الكهبة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية وأشرف على العملية كل من وزرية الاتصال ناطق الرسمي للحكومة عمر بالحمر ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلف بإصلاح المستشفيات سماعي المصباح وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر ليليان هي التطيالي حمزة بالغسام الدفعة الخالفة من اللقاح المغادر بيروس كورونا تصل الجزائر قادمة من الصين الشعبية على متن طائرة تابعة للقوات الجوية اللقاح الذي تنتجه مخابر سينوفارم الصينية قدمته الصين الشعبية كهبة للجزائر أن هذه العملية كانت قد سبقتها عمليات أخرى على غرار اللقاح الروسي سبوتنيك في ولقاح أسترازينيكا ليأتي اليوم هذا اللقاح اللقاح الصيني ويعزز من عملية التزود باللقاح المضاد لكورونا حماية لمختلف أفراد الشعب الجزائري وحياة المواطنين وصحتهم وهذا مهبا كان الثمن لهذا الغرض ستصل اتباعا إلى الجزائر شحنات أخرى من اللقاح المضاد لكورونا إلى غاية تغطية كافة الحاجيات للوطن من هذا اللقاح وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بفعالية في إنجاح هذه العملية وأخص بالشكر كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي الحريصين على إتمام هذه العملية في أحسن الظروف السفير الصيني أكد أن هذه الهبة تأتي لتعزيز التضامن والتعاون بين الجزائر والصين وتقوي العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين إن حكومة الصينية تبرعت بدقاحات الصينية دوت كوبيت تسع عشر إذا جانب جزائر الكهيبة وهي يعتبر إحداث تجسدا لتعاون والتطاوم بين بلدين في مكافحة الويباء وكما وهي يدول على قمة الصداقة الصينية الجزائرية الأغلادية هذا وقدم وزير والاتصال النطق الرسمي للحكومة رسالة شكر من طرفي الوزير الأول عبدالعزيز جراد إلى نظيره الصيني وذلك تقديرا للمساعدات التي قدمتها الصين للجزائر لمجابهة فيروس كورونا وعن تطورة الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت أمس 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 112 ألف وأربعمائة وإحدى وستين حالة في حين تمثل للشفاء 77 ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون من بينهم مئة وخمسة وخمسون تمثل أمس للشفاء كما سجلت ثلاث وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 2970 حالة وفاة رحمهم الله هذا وأشرف اليوم وزر والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبدالرحمن بن بوزيد بالمركز الدولي للمؤتمرات على افتتاح أشغال ندوة الدولية حول الاستراتيجية الجزائرية في مكافحة جائحة كورونا تحت شعار الدروس والأفاق حيث ذكر بتظافر جهود سلطات العليا في البلاد ومختلف القطاعات في تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في إطار تجسيد المشاريع المشتركة بين قطاعات الصناعة والنقلية والنقل البحري والبحث العلمي شرع في إنجاز وتصنيع أول محرك بحري جزائري موجه في نسخته الأولى إلى تشغيل زوارق الإرساء حيث فاقت نسبة تجميع السبعين من المئة يقول ريدات برمسينة هو محرك زورق للإرساء هو الذي كانت تكلفته تفوق الأربعمائة مليون سنتين تدفع بالعملة الصعبة سيصبح هذا المحرك متاحا في السوق الجزائرية وبنسبة السعر بعيدة تصنيعه محليا وبنسبة تجميع لا تقل عن السبعين بالمئة إنجاز أول محرك بحري سوف يتم إنجازه على المستوى الوطني هذه المبادرة تعتبر تظافر جهود قامت بها الجامعة الصناعية مع مجمع سيربور ليعطانا الفرصة وقبل رفع التحدي واخترح المحرك اللي رح نخدم عليه عن طريق ريفيرس انجينيرينك واخترح من مجموعة مهندسين على مستوى الموانا بيش يرافقوا هذه العملية لأول مرة منذ نشأة صناكوم رح ينتج محرك بحري تقليص فطورة الواردات هي فمرة شراكة بين المجمع العمومي ومجمع الخدمات المينائية سيربور ومؤسسة محركات قسنطينة والمدرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمكننا أن نجزل كل احتياجات السوق المحلية بالقدرات والكفاءات الجزائية الإمكانات التي بحوزة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قادر أكثر تفيد القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى خاصة من جانب البحث التطويري والجانب الاقتصادي المشروع هو الأول من نوعهم وجه أساسا للأنشطة البحرية تمهيدا لبعث أنواع أخرى من المحركات المطلوبة في السوق الوطنية ويعد ميناء الصيد بوديس بجيجل ورشة حقيقية لبعث حرفة إصلاعه وصناعة السفن حيث فتحت العديد من الورشات لتطوير أسطول الصيد بهذه الولاية الصحلية التي تعتمد على الصيد التقليدي روبورتاج سعيدة معيوف بقلم وسيلة بن بشيه بميناء الصيد بوديس الواقع وسط مدينة جيجل توجد ورشال الصنع وإصلاح سفن الخشبية حرفة لها جذور في تاريخ البحرية الجزائرية الجزائر كانت معروفة منذ العهد العثماني بصناعة السفن ونشير إلى مصدر المادة الأولية لهذه الصناعة كانت غابة جروج ببجاية الخشب كان ينقل حتى جيجل ومعها انتقلت الحرفة سعيد بوهنة من أبرز حرفية صناعة السفن في جيجل منذ سبعينيات ساهم بشكل كبير في الحفاظ عليها ونقلها للأجيال خاصة لابنه بوهنة رأي دوال حرفة في جيجل فتح ورشته عام 2014 لأنه يعي مدى أهمية تقوية أسطول الصيد في جيجل ومن أجل التكوين أيضا ومن أجل تسهيل مهمة حرفية صناعة السفن وإصلاحها استفد ميناء بوديس من رافعة قوارب بقدرة 110 طن وهي آلة تستجيب لاحتياجات حرفية هذا الميناء وكل موانئ الوسط وشرق البلاد تنمويا استفدت عدة قرى ببلدية سيقوس بولاية أم الباقي من الربط بشبكة الغاز الطبيعي وشبكات الأنترنت حفصة غانية مشاريع تنمويا جاءت لتنهي قصة معاناة عاشها سكان ثلاث الحمر بلدية سيقوس لسنوات عديدة بعد استفادتها من جبكة الماء والغاز والكهرباء قاننا بزاف كنا ننزل القرآة ثلاث كيلو على جنينة في التلج والنوت صب المهم الحمدول الله ثوركا الحمدول الله كيتشوفي بحينك لولي لا قاضي تسمع كما نقول حنا كازو الحمدول الله تري سيتي ثاني الحمدول الله كطحير دول كان هنا قائس لهم كما نقول حنا الطريق لاصيني اسمه لاصيني اسمه ثاني ما عدناش لولة القرية ثاني ما عندمش فش يروح الصباح كما تعتبر قرية ثلاث الحمدول اول منطقة ظلين في ولاية ام البواقي يتم تزويدها بشبكة الانترنت وخدمات الجيل الرابع لدينا كونيكسيون قاوية خير من كنا قبلنا بطول سيغوز باش نديروا المشاريع نحن الان ان شاء الله كاملنا من كعملية 154 عملية انتهت في الميدان و79 تقريبا عملية رهي قيد الانتهاء و208 عملية في طور يعني في انكور يعني في انكور دماتير يعني في طريق النضج التكفل بالمناطق النائية وتوفير ضروريات الحياة الكريمة هو ما تسعى اليه السلطات المحلية لاعادة زرع البسمة على سكانها خاصة على وجوه هذه البراءة في الذاكرة التاريخية احيت جامعة باتنا ذكرى الثالثة والعشرين لرحيل المجاهد العقيد عبيد محمد الطهر المعروف بالحاج الاخضر حيث كانت المناسبة لاستذكار منقب الرجل ومسيرته النضالية يوسف لك هل تيبا عبيد محمد الطهر المعروف بالحاج الاخضر وفي الذكرى الثالثة والعشرين لوفاته إشادة بخصال ومناقب الرجل ووقوف عند أهم المحطات النضالية للمجاهد خلال الثورة المظفرة نتوقف على معالم الشجاعة معالم البطولة معالم الجهاد الذي قدمها هذا الرجل من أجل الارتقاء بالوطن من أجل تحرير الوطن جهود علمية قادها الرجل في مسيرة دامت أكثر من ثلاثين عاما بعد الاستقلال لتحرير الفكر الجزائري مما خلفه الاستعمار وهنا نحن اليوم في قلعة من القلاع التي كان له الشرف أنه من الأوائل الذين فكروا في إنجازها ألا وهي مسجد أول نوفمبر الذي هو قلعة من القلاع الدينية في هذا الوطن الكبير أيضا بهذه الجامعة أسسنا فيها وكان له الفضل أنه أنشأ معهدا في البداية معهد العلوم الإسلامية من جهتها قدمت جمعية الشباب للفن والموسيقى عرضا مصرحيا لمسيرة الشهيد العقيد سي الحواس احتفاءا منها باليوم الوطني للشهيد دوليا وفي جمهورية إفريقيا الوسطى لقي 14 شخصا مصرعه من بينه المدنيان اثنان في هجوم شنه مسلحون على مدينة مامباري شمل العصمة بونغي الهجوم يأتي بالموازات مع مواجهات مسلحة بين قوات مولية للحكومة ومسلحين بالمنطقة طلب الاتحاد الأوروبي أمسي حكومة فنزويلا بالعودة عن قرار طرد سفيرته لدى كاراكاس ردا على فرض عقوبات أوروبية جديدة وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات على 19 موظفا رفيع المستوى في فنزويلا إلى عالم الفضاء حيث أرسل مصبارو بيرسيفيرونس أول صورة عالية الدقة بزاوية 360 درجة من سطح كوكب المريخة ارتلتقطتها كاميرات عالية الدقة وتظهر الصورة منطقة قاحلة بها تكوينات جيولوجية بما في ذلك صخر منحوتة بفعل غياح وحافة فهوة وهي قاع بحيرة قديمة شمالي الخطة الاستوائي للمريخة هبط فيها المسبار الأسبوع الماضي وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام شكرا لكم على كرم الإسرائي والمتابعة والمتابعة